دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوام الحمد لله المنفرد بالدوام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبة بالله كل عام أنتم بخير هنحن في هذه الأيام المباركة يعني نستعد لتوديع أفضل الشهور وأعظم الشهور شهر رمضان موضوعنا اليوم بمشيئة الله تعالى الوصايا العشر في الليالي العشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الليلة العظيمة هناك وصايا حتى نفوز بهذه الجائزة العظمى ليلة القدر كنا بالأمس القريب نقول اللهم بلغنا رمضان ونحن الآن نقول اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث شريف فقال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً أي من صلى قيام الليل من صلى الترويح محتسباً لله عز وجل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى مصدقاً بنعم الله سبحانه وتعالى مصدقاً بدين الله سبحانه وتعالى هذه ليلة واحدة إذا قامها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا نصب قدمه لله إذا رفع أكف الضراع لله إذا قام وصلى لله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه أي فضيلة هذه وأي نعمة من الله هذه التي جعل قيام ليلة واحدة ليلة هذه الليلة عظمها الله سبحانه وتعالى فهي أعظم الليالي لماذا عظمت هذه الليلة؟ عظمت هذه الليلة لأنها هذه الليلة خصوصاً أنزل فيها أفضل وأعظم كلام هو كلام الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن أنها ليلة مباركة وسميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها أعمار وأرزاق وأحوال العباد في سنة كاملة هذه الليلة العظيمة من قامها لله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر طيب عايزين نفوز عايزين ننجو عايزين نكون كلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من الفائزين بهذه الليلة هناك عشر وصايا عشر وصايا لهذه الليلة العظيمة إذا فعلتها واشتهدت في باقي الأيام الباقية المتبقية من شهر رمضان الكريم إذا اشتهدت في هذه الليالي العشر وفعلت هذه الوصايا العشر الوصية الأولى القيام القيام والترويح والتهجد النبي اختص من العبادات في هذه الليلة القيام فقال صلى الله عليه وسلم من قام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا والنبي قال ليلة يعني أنه صلى الله عليه وسلم في العشر أحيى الليلة أحيى ليله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طوال الليل قائما يصلي لله رب العالمين وهل يستوي الذي صلى ربع الليل كنصف الليل كثلثي الليل كالليل كله لا يستويان أم من هو قالت أناء الليل ساجدا أو قائما ماذا يفعل يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه هؤلاء الذين امتدحاهم الله في القرآن فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لو تمعنا كلمة تتجافى الجفاء معناه البعد يعني لو اتنين بينهم وبين بعض جفاء يعني الاثنين ابتعدوا عن بعض طيب تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي أنه أصبح من شدة حرص هذا العبد المؤمن المقيم القائم أناء الليل ساجدا أو قائما من حسن قيامه وحبه لقيام الليل أصبح بينه وبين مضجعه جفاء بين بن المخدى اللي بينام عليها بين بن الفرشة اللينة الطرية بينه وبينها جفاء فأصبح هذا الجفاء بين العبد وبين مضجعه لأنه خل بربه سيدنا الحسن البصري رحمة الله عليه لما سئل قالوا يا إمام ما لنا نرى أهل الليل على وجوههم نور أصحاب قيام الليل على وشوه منور لي وشوه منور قال الحسن رحمة الله عليه هؤلاء قوم خلوا بالرحمن فألبسهم الله نورا من نوره ألبسهم الله نورا من نوره فتجد على أهل الليل سكينة تجد عليهم وقار تجد عليهم نور من الله عز وجل لماذا؟ لأنهم قاموا والناس نائمون لأنهم نصبوا أقدامهم لله عز وجل وهم متعبون لأنهم تهجدوا لرب العالمين لأنهم قاموا أناء الليل امتدحهم الله أيضا في القرآن وسماهم ونسبهم إليه فقال جل ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون سماهم عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقدم الله سبحانه وتعالى هنا السجود لماذا؟ لحبهم للسجود ولأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكان النبي يوصي أصحابه أن يكثروا من الدعاء وهم سجد أثناء السجود الدعاء مستجاب حينما ينزل الإنسان بجبهته فيلصقها بالأرض فيلصق هذه الجبهة بالأرض تضرعا وذل ومسكن لرب العالمين فالدعاء مستجاب فاسجد واقترب فاسجد واقترب ربيع بن كعب الأسلمي رحمة الله عليه ورضي الله عنه الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم جاه النبي في يوم من أيام وقال له سلني شيئا يا ربيع فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله اللهم ارزقنا جميعا مرافقة الحبيب في الجنة صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يا ربيعة قال لا يا رسول الله قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فاسجد واقترب كلما سجدت لرب العالمين اقتربت منه فاسجد واقترب فقربك من الله على قدر سجودك أين نحن من السجود أين نحن من الصلاة أول وصية الصلاة والقيام في هذه الليالي العشر حتى تضمن أن تكون من أهل ليلة القدر حتى تضمن الفوز بليلة القدر عليك بالقيام والتهجد لرب العالمين لا تضيع هذه الفرصة ربما لا تعود كنا في العام الماضي معنا أناس يصلون معنا ويصومون معنا وهم الآن بين الموتى لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت الإنسان لا يعلم أين النهاية فاشتهد فيما بينك وبين الله في هذه الأيام الفاضلة الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة التي هي أعمارها قصيرة من عليها الله سبحانه وتعالى ببركة الأوقات وبركة الأزمنة وبركة الأماكن من الله سبحانه وتعالى علينا ببركة الأماكن فهناك أماكن حينما تصل فيها فيها بركة وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة تخيل يا مؤمن مئة ألف صلاة أنك تصلي صلاة واحدة بس في المسجد الحرام اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الحرام يا رب العالمين ارزقنا ومن يسمعنا ومن يؤمن على دعائنا يا رب العالمين ارزقنا جميعا العمر والحج والصلاة في المسجد الحرام يا رب العالمين هذه بركة الأماكن وهناك بركة الأزمنة بركة الأزمنة الله سبحانه وتعالى جعل وفضل شهر رمضان على باقي الشهور والأيام وَفَضَّلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى بَاقِ اللَّيَالِيِّ فَقَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وهنا وقفة بعض الناس يقعد يحسب كده بالألم يحسب فيقول إيه ليلة القدر خير من ألف شهر يعني تساوي 83 سنة و 4 شهور هذا حساب خاطئ لماذا؟ لأن الله قال خير أي أن هناك تضاعف في الأجر مضاعفة في الحسنات مضاعفة في الأعمال مضاعفة في البركة طيب كلمة ألف شهر هل هذا العدد هذا النوع من الأعداد الألف عدد الألف هل هو مقصود لذاته؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قال خير من ألف شهر أي أن ليلة القدر خير فعلا من ألف شهر أم أن هذا النوع من الأعداد هو نوع لرمز المضاعفة أي ربما تكون هذه الليلة أكثر من ألفي شهر أكثر من مليار شهر ليه؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلسان العرب بلسان عربي مبين الصحابة والعرب كانوا لا يعرفون من الأعداد إلا الألف فيقولون ألف ألف يعني عبد الرحمن بن عوف يقولون كان عنده من الإبل ألف ألف بعير يعني مليون ومن الغنم ألفي ألف يعني عنده اتنين مليون فبكانوا شيعرفوا المليون ولا المليار ولا هذه ولا البليون كانوا يعرفون الألف فنزل الكرآن برمز الألف فربما يكون هذا الرمز يعني المضاعفة أي أن فضل الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يحصيه فإذا اجتهدت في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليلة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان لو اجتهدنا في بقية الليالي فربما يكرمنا الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه الليلة المباركة هذه الليلة الدعاء فيها مستجاب هذه الليلة حسناتها كثيرة هذه الليلة لو قلت فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لو قلت فيها أذكار لله رب العالمين فهي هذه الأذكار وهذا الثواب العظيم مضاعف عند الله سبحانه وتعالى الوصية الأولى القيام النبي يوصي يأمر بالقيام عليكم بقيام الليل عليكم بقيام الليل قيام الليل كما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِلِ كُلُّ الشَّرَفْ وَكُلُّ الْعِزَّةِ وَكُلُّ الْكَرَامَةِ لَكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنِ الْمُقِيمُ بِاللِّلِلِ ثواب من الله عظيم للذين يقومون بِاللِّلِلِ طيب هناك فكرة بسيطة هذه الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات بعشر آيات لم يكتب في هذه الليلة من الغافلين يعني كتب من الذاكرين مجرد بس ما تصلي بعشر آيات في صلاة الليل لم تكتب من الغافلين طيب من صلى بمئة آية كتب في هذه الليلة من القانتين أي من المكثرين المطيعين لله رب العالمين التائبين الحامدين الذاكرين طيب أقدر أقوم بمئة آية آه أقدر أقوم الليل بمئة آية سورة الواقعة 96 آية آياتها صغيرة جداً لو مسكت المصحف أو الموبايل لو أنت مش حافظها وقرأت سورة الواقعة وصورة كريش سورة الواقعة في الراقعة الأولى وصورة كريش في الراقعة الثانية سورة كريش أربع آيات وصورة الواقعة 96 آية لو قرأت الواقعة وكريش كتبت في هذه الليلة من القانتين طيب كانت وصادفت معك ليلة القدر وانت أريت الميت آية يبقى قرأتك دي كأنك كتبت أكثر وخير من 83 سنة من القانتين من القانتين من القانتين يبقى لو إحنا اكتهدنا بطاعة لله العلماء يقولون الطاعة التي تتقرب فيها إلى مولاك سبحانه وتعالى في هذه الليالي تساوي أكثر وأخير من 83 سنة طاعة يبقى لو ذكرت يحسب لك ذكر أكثر من 83 عاما خير من ألف شهر لو تصدقت وهذه الوصية الثانية إذا تصدق الإنسان ولو بجنيه واحد هو أفضل وخير عند الله من أكثر من 83 سنة تخرج فيها هذا الجنيه يعني عشان تفوز يبقى لازم تصلي أغلب الليل صلاة الليل في هذه الليالي المتبقية من رمضان قيام الليل والتهجد وإذا صليت الليل وصليت القيام والترويح لو صليت مع إمامك يعني أنت بتصلي في مسجد يصلي الترويح فصليت العشاء مع الإمام ثم صلى الإمام صلاة الترويح وختم بالوتر وصليت معه حتى انتهيت حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث معناه من صلى مع إمامه حتى ينتهي كتبت له قيام ليلة يعني إيه؟ يعني حتى لو مكملش لو صلى حتى انتهى الإمام كتب في ميزان حسناته أنه قام الليلة كله وإن لم يقم إلا مع هذا الإمام صلاة الترويح فقط حتى ينتهي الإمام يبقى الوصية في القيام إنك تكتهد الليلة كله وتكتهد أن تصلي خلف إمامك حتى ينتهي من صلاة الترويح وينتهي من ركعتين الوتر الشفع والوتر إنك تصلي بأكثر من مئة آية حتى تكتب من القانتين اللي بيصلي بألف بقى كتب من المقنطرين أو المقنطرين بفتح الطاء أو بكسر الطاء لو جاء بفتح الطاء وكانت الرواية بفتح الطاء أي أنه أعطي الخير الكثير القنطار شيء عظيم جدا يبقى أعطي في هذه الليلة من الله عطاء كثيرا ورمز لهذا العطاء بالقنطار وكان من المقنطرين أي أنه لو كتب له أجر هذه الليلة يكتب له أجرا أو قد جاء بشيء عظيم يبقى عندنا الوصية الأولى قيام الليل الوصية الثانية حتى ننال الفوز بليلة القدر ومغفرة الزنوب والمعاصي الأمر الثاني هو الصدقة إننا نخرج الصدقات في هذه الليلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في ربضان كان كالريح المرسلة النبي كالريح المرسلة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليالي رمضان كان يخرج وينفق ويتصدق لله رب العالمين كان كالريح الشديد المرسلة في إخراجه للإنفاق في سبيله كل ليلة طلع نفقة طلع صدقة لله رب العالمين هذه الصدقة إذا صادفت ليلة القدر كانت أفضل من صدق الثلاثة وتمانين سنة وعايزين في هذا الشهر المبارك شهر الجود والإكرام والإحسان عايزين نتكرّب إلى الله بإطعام الطعام يعني الإمام الشفعي رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول ليلة القدر تبدأ من يوم ليلة القدر يعني من النهار وإنت بتستعد تصوم صيام خواص الخواص ثم تسعى في أنك تكون مع الذين يطعمون الطعام افطر الصائمين تحاول في اليوم ده تفطر صائم ولو على طمر لو على ماء تسعى جاهداً في الليلة دي في الليالي المتبقية كل ليلة كده تحاول تفطر إنسان صائم تعمل وجبة إفطار وتخرجها لمائدة الرحمن حاول إنك أنت تكون جواد كريم في هذه الليلة فإنما الذي تنفقه في سبيل الله ستجده يوم القيامة ينتظرك ثواباً مضاعفاً عند الله سبحانه وتعالى الصدقة والإنفاق والجود على الفقراء والمساكين إطعام الطعام الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض يعني لا يشجع يعني عليك وعلينا جميعاً أن نشجع الناس على الإخراج والإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام سيدنا عبد الله بن سلام يقول أول كلام سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كان أول ما سمعته منه أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام اللهم ادخلنا الجنة يا رب العالمين أطعموا الطعام اطعموا الطعام في رمضان لتكن بخيلاً على نفسك أخرج من مالك أخرج زكاة مالك في رمضان أخرج صدقات الفطر وإطعام الطعام للفقراء والمسكين كن جواداً كريماً كرسولك ونبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية الاكثر من الإنفاق في هذه الليالي كل يوم لابد تخرج نفقة لابد أنك تخرج صدقة ينبغي أن تتكرّب إلى الله بجل الطعات اضرب لنفسك بسهم مع كل أهل عبادة إذا كنت تريد أهل الإنفاق فاضرب لنفسك سهم مع أهل الإنفاق في سبيل الله إذا أردت أن تكون من الذين يقومون الليلة وأهل القيام اضرب لنفسك سهم بأن تقوم الليل في هذه الأيالي إذا أردت أن تضرب لنفسك سهماً مع أهل الدعاء مع أهل التضرع مع أهل الدعوات الجميلة في هذه الليالي فاقتضي بنبيك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة إذا وجدت ليلة القدر ماذا أقول قال لها كولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لها كل الدعاء وكل أنواع الدعاء في هذا الدعاء الصغير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه والسؤال هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاعفو لنا العفو درجة أوسع وأعظم هذه الدرجة من مغفرة الزنوب فإذا عفى الله عنك محى زنبك فإذا عفى الله عنك أنسى الملائكة الحفظة وأنسى الملائكة الكتبة ما فعلته من الذنب إذا عفى الله عنك لا يعاتبك عليه يوم القيامة ولا يسألك عنه يوم القيامة فقد أنساك الزنب وأنسى الملائكة الكتبة الزنب وأنسى الدواب والشغر والأرض الذنب الأرض التي تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها سوف تشهد ما فعل عليها يوم القيامة الله ينسي كل هؤلاء ينسيهم ما فعلت من ذنب ولا يذكرك به يوم القيامة فمن نقش الحساب عذب مجرد الإنسان ما يتناقش الحساب ويقول له الملك سبحانه وتعالى أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ هذه المناقشة عذاب من منا يستطيع أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى فيعدد عليه الأعمال ويذكره الأفعال هذا أمر صعب على النفس البشرية ولذلك لما تقول اللهم إنك عفو تحب العفو الله محى الذنب من صحيفتك أنسى الملائكة الكتب الذنب أنساك الذنب لا يذكرك ولا يعاتبك عليه بل أنه الله يرضى عنك بعد هذه الذنوب والمعاصي لأنك طلبت منه العفو يرضى عنك ويجزل لك العطاء يعطيك عطاء كثيراً لماذا؟ لأنه عفى عفى فقد محى ذنبك ورضي عنك وأعطاك من النعم الكثير والكثير فاللهم عفو عنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا والله حينما يتدبر الإنسان هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعطيك في ليلة وحدة ليلة وحدة لما تقول اللهم إنك عفو تحب العفو يستجب الله لك الدعاء يستجيب الله لك الدعاء ويعفو عنك ويعطيك كل هذا الخير الكثير في ليلة وحدة لما تقوم لله عز وجل من قام رمضان إيماناً لا لمن قام ليلة القدر أيضاً إذا فاتك قيام رمضان كاملاً فعلى ألا تفوت هذا الثواب العظيم من الله عز وجل من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والله هذا كله يذكرني بقول الله والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم الله عايز يخفف عنك الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم الغفور الرحيم العفو يريد أن يعفو عنك فيأتي لك بليلة حينما تتقرف فيها إلى مولاك تمحى كل ذنوبك تمحى كل الذنوب والمعاصي في غمضة عين نعم في ليلة واحدة نعم وغدراتنا وفجراتنا وكل الغدرات وكل الفجرات وكل الكبائر وكل الذنوب وكل المعاصي وكل ما تجرأت على الله فيه في ليلة واحدة تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتتقرب إلى الله وتصلي لله وتدعو الله يغفر الله ذنبك وكلنا أهل ذنوب من منا بلا خطيئة من منا بلا ذنب كثيراً والله تجرأنا على ربنا بالمعاصي كثيراً والله بارزنا ربنا بالمعاصي كثيراً والله أذنبنا كثيراً والله عصينا من منا لا يعصي من منا بلا خطيئة كلنا نحتاج المغفرة ولو تمعنا وتدبرنا نجد أن الأعمال العظيمة اللي بتتقرب بها الربنا الأعمال العظيمة دي كلها المكفأة العظيمة أيضاً أن يغفر الله ذنبك لما؟ لأنك حينما يغفر ذنبك أنت وصلت لدرجة أعلى من الملائكية الله يفضلك على الملائكة والله يباهي بك الملائكة حينما يغفر الذنب ولذلك من علامات تفضيل النبي ومن حسنات تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أفضل من وطأت قدماه الأرض صلى الله عليه وسلم لما يوم القيامة الناس يهرعون ويجرون ويفرون إلى الأنبياء وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي ثم نذهب جميعاً إلى عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره اذهبوا إلى رجل قد غفر الله له أي أنه فضل في يوم المحشر يوم القيامة يوم الحصر والندام يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في هذا اليوم فضل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كل واحد حتى من الأنبياء الملائكة تقول يا رب سلم سلم الأنبياء يقولون سلم سلم يقولون لست لها كل واحد منهم يقول أنا لست لها اذهبوا لفلان إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثلها قط ثم نأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي اللهم صلي وصلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله وهذه هي الوصية الثالثة في هذه الليلة وهذه الليالي المباركة المتبقية من شهر رمضان أكثر من الصلاة على محمد أكثر من الصلاة على محمد أكثر من الصلاة على محمد لسه ما بتصليش على رسول الله قل اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد صلي على رسول الله فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللي صلى صلى وحدة على سد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليها بها عشرا يعني صلاة الله كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال صلاة الله عليك رحمة يعني اي ربنا يصلي عليك يعني ربنا يرحمك طيب لو انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم واكثرت الصلاة الوحدة عند ربنا بعشرة واصادف صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر يعني الصلاة على رسول الله تساوي عشرة اضرب عشرة في اكثر من تلاتة وتمانين رحمة من الله اي ان الله يرحمك في كل يوم تصلي فيه على محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله الوصية الرابعة الوصية الرابعة هي وصية القرآن هذا الشهر انزل فيه القرآن وهذه الليلة ليلة القدر ميزت وفضلت بنزول القرآن يعني القرآن نزل في ليلة القدر انزلناه في ليلة القدر طيب ماذا افعل؟ اعمل لنفس برنامج على الافطار احاول اكون مع الذين يفطرون الصائمين الذين يتسابقون في افطار الصائمين ثم اصلي المغرب في جماعة ثم بعد افطارك ابدأ بقراءة القرآن استعد ولو بنصف جزء قبل صلاة الترويح ابدأ استعد ولو بنصف جزء قبل صلاة الترويح ثم اذهب الى المسجد مبكرا لصلاة العشاء ثم اصلي العشاء مع الامام جماعة ثم اصلي الترويح في جماعة ثم اصبر حتى ينتهي الامام من الصلاة ثم ابدأ بعد ذلك بقراءة القرآن وابدأ اننا اقرأ ولو جزء في هذه الليلة لان الحرف عند ربنا بعشنا الحرف الواحد بحسنة والحسنة عند الله بعش مجرد ما تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم مئة وتسعين حسنة لو قرأت بس اصغر صورة في القرآن اصغر صورة في القرآن صورة الكوثر صورة الكوثر صورة الكوثر لو قرأتها ثواب صورة الكوثر ستمية وعشرة حسنة صورة واحدة اصغر صورة في القرآن لو قرأت هذه الصورة تاخد ستمية وعشرة حسنة هذا ثواب عظيم من الله عز وجل طيب الحسنة عند ربنا بعشنا طيب لو صادفت هذه الحسنة وهذا الحرف الذي تكرأه من كتاب الله عز وجل صادف ليلة القدر الطاعة والعبادة خير من ألف شهر يعني خير من ألف صورة تقرأها يعني كأنك قرأت أكثر من ألف صورة كل يوم تقرأ فيه يعني هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل عبادة مضاعفة الحسنات الحسنات فيها مضاعفة ثواب وفضل ونعمة من الله عز وجل فلا تحرم نفسك عليك بكتاب الله اقرأ الكرآن تقرب إلى الله عز وجل في شهر القرآن بالقرآن الوصية الخامسة أنك أنت وأنت بتقرأ الكرآن انتهيت من وردك انتهيت من الجزء اللي أنت تقرأه هات ولادك وهات زوجتك وعمل تعليم لكتاب الله عشان تدخل في طاعة جديدة هذه الطاعة قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم الكرآن وعلمه علم أولادك صورة صورة واحدة حتى لو تكون صورة صغيرة علمهم الفاتحة علمهم الكوثر اقعد بأولادك وزوجتك احكي لهم قصة عن الإسلام اقرأ في تفسير صورة وفسر لهم الصورة اقعد معاهم علمهم آيات الذكر الحكيم جلسة تعليمية كده تدخل في زمرة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عبادة جديدة طاعة جديدة لله عز وجل تتكرر فيها إلى مولاك سبحانه وتعالى يبقى القيام تحرص على القيام تحرص على الصدقة تحرص على أنك تقرأ القرآن تحرص على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرص على أنك تعلم الناس أو تعلم أولادك وخير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس أفضل شيء تعمله أنك تتقرب إلى الله عز وجل بأن تكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وفضلت الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمرون بالله يبقى تجيب أولادك وتعلمهم وتعلمهم آيات الذكر الحكيم بعد معلمت أولادك الوصية اللي بعد كده الوصية معنا تصل أستاذ الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام وحسن الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير يا شيخ لو سرق اتفضلي اسمعينا من التلفون يعني يا ريت نوطي التلفزيون خالص ونسمع من التلفون إن شاء الله اتفضلي يا أختي بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت الله يبارك لك اتفضلي هل ده تقصير ولا إيه بالضبط أنا مش عايزة أعرف والله والله الشعور ده الشعور ده في حد ذاته يعني شعور كويس جدا الشعور ده كويس جدا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وكلوبهم وجلة يعني يصلي ويصوم ويقرأ قرآن وخايف ألا يقبل منهم لأن ربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين يبقى الشعور ده لو زاد عن حده هيخش في الوسواس طيب الطبيعي اللي هو العادي إن أنا خايف لازم أزود لازم أنا النهاردة صليت تمانية أصلي بكرة 12 أصلي 14 النهاردة قرأت جزء أقرأ جزئين يبقى اتهام النفس بالتقصير ده أمر طيب جدا لكن لو زاد عن حده يخش في الوسواس يبقى المفروض أعمل إيه إن أنا حاول العلماء يقولون اليوم الذي ليس فيه زيادة فيه نقصان أحاول أتقرب بالزيادة يعني النهاردة النهاردة مثلا مسكت المصحف ساعة بكرة أمسكه ساعة ونص ساعتين أحاول أتقرب إلى الله بزيادة وخصوصا في الأيام دي فالأمر ده أمر محمود جدا لو كان يجعل الإنسان يزداد من الطاعة لله عز وجل لكن لو أصاب الإنسان القلوط أو اليأس من رحمة الله عز وجل يخش بعد كده في وسوسة لا ده أنا بصلي ده أنا كده مش هينفع لي صلاة ده أنا الأمر اللي أنا بعمله ده مش هيقبل مني يبدأ الإنسان يحصل له وسوسة لا أول ما يحصل لي كده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الحمد لله اللي أنا أقدر أعمله إن أنا أزود على قدر استطاعتي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى ربنا بارك فيك يا أخت حبيبة ويزيدك من نعيم الله ويزيدك كرب من الله عز وجل نكمل إن شاء الله إحنا قلنا الوصايا العشر في الأيام وفي الليالي العشر الوصايا العشر في الليالي العشر قلنا التقرب إلى الله بالقيام قلنا التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن قلنا التقرب إلى الله عز وجل بالصدقة وإطعام الطعام وإفطار الصائمين الأمر الرابع هو كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس ذكر الله عز وجل لكنك أنت مجرد ما بتذكر الله سبحانه وتعالى الله يذكرك معنا السيدة أسماء السلام عليكم السيدة أسماء عليكم السلام كل عام أنت طيبين عليكم السلام أصلاك تفضلي يا وقت تفضلي طيب ممكن تعود الاتصال الثاني وقت أسماء طيب إحنا قلنا التقرب إلى الله عز وجل بالذكر أفضل عبادة تتقرب بها لله عز وجل ذكر الله تعالى أنك تكثر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل أفضل الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله اعمل ورد نفسك كده مجرد ما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من الجنة أنه بسعى صلى الله عليه وسلم يقول كنز تخيل أنك أنت لما تقوله كهذه الكلمة كنز من الجنة مين آه الأستاذة ماريكا أهلا وسهلا من برسعيد وحيا الله أهل برسعيد ربنا يبارك في أهل برسعيد يا رب الله يبارك فيك تفضلي يا سيخة تتعارف مع قصة وكذا كل شوية وقال الله خليك يعني أنك حارك مع حارك قال الله خلاص روحي بقى روحي بقى أحصل عندك يعني يا سيخ تبصلي كذا لا لا معلش معلش عيدي السؤال تاني يا أخت براحها كده عشان أنا من سمع عيدي السؤال لأختك جزها بيقولها إيه يا سيخ أختي أختك كبيرة بتتعارف مع قصة أموة بتقول خليك يا بنت حالك تقول خلاص خليك أنا عاص بلا عندك الكلام مش واضح أنت أختك بتتعارف مع جزها أه أموة تقول لها خليك حالك ومحالك يا بنت يعني والدتك بتقول لك بتقول لك خليك في حالك يعني 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 ما تكلمهش يعني ولا تخليك ما تسبيش بيتك ما تسبيش بيتك كده يعني هي بتنصح أنها متسيبش بيتها أه هو بيدربها يعني؟ إيه؟ بيدربها وشتمها؟ بلا بيزعلها وكده طيب بيضعه مع باب أنت عايزها تطلع بقى عشان هو بيزعلها ولا عايزها إيه؟ إيه؟ أنت عايزها إيه؟ عايزها تكمل وتقعد ولا تسيب لبيت وتمشي؟ أه بالله لك تخو دا إيه ربنا يهدينا ربنا يهدي جزها ويهديها ويصلح لا هي متسيبش بيتها طبعا هي جزها بيزعلها تما كل الناس بيزعلها يعني كل أغلب الرجال يعني بيجي لهم وقت آه يعني شكرا يا ربنا تباريك لكن هل هذا واحد جزها بيزعلها تسيب بيتها وتمشي؟ لا لا يا جوز طبعا الست بتخرجش من بيتها تحاول تتلطف وتحاول شوف هو بيزعله تحاول يعني تشوف مواطن الغضب عنده وما تعملهاش وهو غضبان تحاول تسكت وما تتكلمش وما تردش عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لها زوجها وأن يهديها وأن يصلح بيتها يا رب العالمين احنا قلنا الوصية الخمسة أو الستة ذكر الله عز وجل الذكر أفضل عبادة تتقرب بها لله النبي صلى الله عليه وسلم لا حول الأقوة إلا بلها كنز احنا بنيجي عند كلمة كنز وبيجينا التصالي يا ربنا يبارك فيك الأستاذ رجب من الأكسر وحيا الله أهل الأكسر وأسوان وصعيد مصر كله يا رب العالمين وكل عام أنتوا طيبين الله يخليه كحاج رجب وربنا يبارك فيك والله ربنا يحفظك أخ رجب كل عام أنتوا طيب كل عام أنتوا طيب ربنا يعود عليك لأين بخير اتفضل سؤال عشري يا الله يبارك فيك اتفضل يا أخي أنا معايج جزء بنتي طبعا يعني الميجة على كدها يشوف زكاة الفطر قدها لبنتي جزها على قده يعني حالته على قده آه الله يروفه على جهة قدية آه إنت هتدي الزكاة لبنتك والجزها ولولادها زكاة الفطر والزكاة وزكاة المال يشوف زكاة المال ولا زكاة الفطر زكاة المال وزكاة المال الزكاة الفطر طالما أنه يستحق ومن 8 عناصر اللي إحنا نديهم الزكاة بالنسبة لزكاة المال يجوز أنك أنت تخرج له زكاة المال إذا كان فقير أو مسكين إذا كان يستحق الزكاة ممكن والأقربون أولى بالمعروف يبقى يجوز لك أنك تخرج له زكاة المال هل ينفع أن أنا أخرج لي زكاة الفطر إذا كان يستحقه إذا كان فقيرا ومسكينا يستحق الزكاة يجوز لك أنك أنت تخرج زكاة الفطر أيضا لكن إذا كان يجب عليك إذا كان واجب عليك الإنفاق على بنتك يعني جزه ده هاجرها أو بعيد أو الكلام ده كله وانت خلاص هي بنتك عندك واجب عليك النفقة لا تجوز الزكاة على من تجب عليهم نفقتك يعني لو هم الناس اللي انت واجب عليك أنك تنفق عليهم ما ينفعش أنك تخرج عليها الزكاة لكن هي عايشة بيتها فأنت هتطلع الزكاة للزوج اللي هو المسكين الفقير مش للبنت للزوج الفقير المسكين يجوز إن شاء الله تخرج زكاة المال ويجوز إن شاء الله تخرج زكاة الفطر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني هذا الزوج وأن يغنيه من فضله وأن يبارك لك حج رجب في مالك وفي رزقك يا رب العالمين الأستاذة مريم السلام عليكم كل عام أنتوا طيبين أنا عايز أحلمت بأنني في حلمة سمك سمك كتيجي السمك في الحلم يعني حلم إن شاء الله خير يعني أنت حلمت الحلم ده قبل الفجر ولا بعده طيب أنت في الأيام اللي أنت حلمت بيها بالسمك ده هل أنت جماعة الفطار مثلاً كان وعدوك بسمك وبعد كده أخلوا بيكي ولا الأمور عادية ده كان السبب أنت فكرت في السمك ده يعني قبل ما تحلم بيه فكرت في السمك إنك أنت ناس عايزة تأكل سمك أو كده لا ما جاش على بالك السمك خالص في الفطار أو حاجة؟ لا طيب السمك في الحلم خير يعني إن شاء الله خير يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من الخير يا رب العالمين فيه سؤال تالي شكراً يا أستاذ مريم كنا وقفنا على قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنه كنز من عند الله سبحانه وتعالى لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو أنت قلت الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو قلته عشر مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كأنك أعتقت رقبه نسمه طيب لو قلت وصادف القول ده وصادف الذكر ده ليلة الأدر ده بقى عند الله سبحانه وتعالى طاعة أفضل من عبادة ألف شهر يعني إيه؟ يعني أكثر من الذكر أعمل لنفسي كده خطة نحن في الدنيا اللي عايز يفتح مشروع بيعمل له خطة ويعمل له دراسة جدوى أنت أهم ليالي في حياتك كلها أهم أيام العمر هي ليلة القدر أهم ليلة ولذلك جعل الله لها صورة في القرآن باسمها صورة القدر وفي بعض الروايات سميت صورة ليلة القدر صورة ليلة القدر هذه أعظم ليلة في السنة كلها ممكن تكون أعظم ليلة في عمرك كله لازم تعمل لها خطة لازم تعمل خطة لهذه الليلة هعمل إيه؟ هفطر إزاي؟ وهبدأ صلاة المغرب إزاي؟ وإحنا تكلمنا على قراءة القرآن وتكلمنا عن الصدقة وتكلمنا على إفطار الصائم وتكلمنا عن أنك أنت تكون من الذكرين اعمل بعض الأوراد بعض الذكر قل لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون لا إله إلا الله أفضل ما قاله الصالحون لا إله إلا الله أكثر من كون سبحان الله اللي يسبح مئة تسبيحة له ألف حسنة نبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من سبح مئة تسبيحة له ألف حسنة أو حطت عنه ألف خطيئة تخيل ألف ألف حسنة في دقيقة واحدة لو أنت قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقلب خاشع مش هتاخد معاك أكتر من دقيقة أو دقيقة لو قلت مئة تسبيحة المئة تسبيحة عند ربنا بألف حسنة طيب الألف حسنة لو اكتصادفت هذه الحسنات ليلة القدر أفضل من عبادة كل يوم لمدة ألف شهر حسنات مضاعفة خير من الله عز وجل يبقى أعمل لنفسي ورد يومي في الليالي الوترية أو في الليالي المتبقية من شهر رمضان أقول سبحان الله أكثر من سبحان الله أكثر من قول لا إله إلا الله أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أكثر من هذه الأذكار أكثر من لا إله إلا أنت سبحانه كإني كنت من الظالمين أكثر من هذه الأذكار بهذه الليالي الكريمة هذه الليالي المباركة هذه الليالي أفضل ليالي العمر تتقرب فيها إلى مولاك سبحانه وتعالى ماريكا رجعي الثاني تفضلي شيخ أتفضل في تلك الحماعي آه تفضلي ليحل من شيخ أنا أحلمت أنا أحلمت أنا أحلمت أنا أحلم عماتي بنقبز أي بكاكب وحلمت والوقتة كل شفائية أو مفتح إذا قلت أفتح الباب كل شوال الوردة وأحلمت فتحت الباب لأي 6 ميت 6 ميت 6 ميت أعتورتها كده وجسمها عريض وطويلة وقال لي هي دي الثانية وأطلت التفكة في الشقة طيب يا ماريكا أنت عندك كوبيس؟ ماذا؟ في كوبيس بتحلمي بها؟ صديق عندك أحلام وحشة؟ كوبيس؟ غير الحلم ده؟ لا عندك صداع؟ لا هو دي أضغاص أحلام يعني يعني إيه؟ الحاجات دي كلها من الشيطان الشيطان يجي للإنسان في النوم ويوريه حاجات وحشة عشان يحزنه هو شغلة الشيطان إيه؟ حاجتين بيحاول يعملهم واللعبتين اللي هم الكبرى للشيطان أنه هو ينسيك ويحاول أن يحزنك ينسيك ويحزنك هو بيشتغل على كده ليه؟ لأنه هو لو أنساك أنت خلاص بيت في غفلة لكن لو ذكرت الله سبحانه وتعالى خلاص أصبحت من الذاكرين يبدأ ينسيك الصلاة وموعيد الصلاة وينسيك القرآن وينسيك لصلاة الأرحام وينسيك أنك أنت في ليالي فاضلة فيشغلك بقى بإيه؟ ببعض الأمور التافهة فإحنا عايزين كل يلا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى يبقى الشيطان يحاول ينسيك وأيضا يحاول الشيطان أن يحزنك لأنك أنت لو أصبحت عندك حزن إيه اللي يحصل؟ هيبقى في غضب ولو بقى فيه غضب يبدأ بقى الغضب ده يوصل الإنسان للكفر بالله ويوصل الإنسان لسب الدين ويوصل الإنسان أنه هو يبتعد عن الله عز وجل ولا يحس بالطاعة مين معنا من سوهاج؟ الأستاذة مونة من سوهاج وحيا الله أهل سوهاج ربنا يبارك في أهل سوهاج كلهم وكل عام أنتوا طيبين عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا وقت مونة ربنا يبارك فيك تفضلي ربنا يا رب يرزقك الزرية الصالحة يا رب العالمين أكثري من ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين أكثري ربي لا تذرني فرضا أكثري من هذا الدعاء وأكثري من دعاء اللي السائلين ودلوقتي دعاء يونس وهو في بطن الحوت ربنا نجاه من الظلمات من سلاس ظلمات ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات يعني الله سبحانه وتعالى لما مشى وطرك قريات فأكثري من لا إله إلا أنت سبحانك كإني كنت من الظالمين في أي سؤال تاني أستاذ أولا؟ ربنا يبارك فيك فأحنا في النهاية رشدة سريعة جدا للفوز بأعظم ليلة في العمر هذه ليلة القدر أكثر أكثر من دعاء اللهم أنك عفوه أن تحب العفو فعفو عنه حاول قيام أكثر الليل في هذه الليلة المتبقية من شهر رمضان وليلة القدر خير من ألف شهر تقرب إلى الله صلي مع إمامك حتى تنتهي من صلى مع إمامك حتى تنتهي كتبت له قيام ليلة الأمر الثالث أكثر من الصدقات كل يوم طلع صدقة ولو جنيه واحد يعني لو أنت مش مستطيع خالص جنيه واحد كل ليلة حتى تكتب من الذين ينفقون في سبيل الله الأمر اللي بعد كده أكثر من كراءة القرآن في هذه الليالي اجعل لنفسك ورد يومي وليلي في كراءة جزء من القرآن أو أكثر من جزء كلما تقربت إلى الله زادك الله من الحسنات صلة الأرحام في هذه الليلة حتى لو مش قادرت تزورهم بتريفون يعني كل ليلة اعمل كده خمسة من قريبك واتصل عليهم وقولهم كل عام وانتوا طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أكثر من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حاولت تتقرب إلى الله عز وجل النبي قال بلغوا عني ولو آية عايزين في الليلة دي نسامح ونعفو تقرب إلى الله بالعفو السماح فمن عفو وأصلح فأجروه بعل الله اعفو عن من ظلمك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عقب بن عامل يا عقب بن عامل صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك من يقدر يحقق هذه الثلاثة من يقدر يصل من قطع من يقدر يعطي من حرمك من يقدر يعفو عن من ظلمه إذا كنت من هؤلاء فأنت من الصالحين أنت مخموم القلب أنت طيب القلب أنت إنسان ودود أنت الله يحبك سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولغنا جميع الليلة القدر يا رب العالمين ويجعلنا ممن قامها إيماناً واحتساباً يا رب العالمين أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثم والحوار بلا جدال فيه الطوصة في الأمور والاعتدال ديننا